اشتركوا في القناة ولا عايز اشوفه ولا عايز اسمع عنه خالص شفيل انت حاجة كده حلوة على سوقك يعني مثلا الحب باقي المسامح كليم الرحل حلوة حلوة؟ حلوة ايو والله العظيم وامر انا فكرا مش فاطر ده الكلام ده وراي شغل انا عاسف جدا فاندم حلوتك انا موجود هنا استناقل مدة ثلاث أسابيع مثلا حد ما عادش ده اكتف دي عشان انا والله مستعجد ايو على الكتاب ده ومحتاجه ضروري اله يا رب بحق الجهنة بشوف ابن الده زابط وبطل منك كده ايه ده اتحكي؟ ايه ما فيه ايه ده ما ينفعش انت مخصماني على فكرة يا باي حتى خلستك كده خلاص شاكلك مستلحار ايه ما متفضل بروح على شغلك شغل ايه؟ ملعوني ابو ال ولا ملاش ملعوني ابو اي حاجة تعطني عنا كأمر يا غالي يا نجم الليالي يا نجم الليالي؟ انت ملك بقيت بلدي كده؟ وانا مالي ايه كلها حاجات بتيجي في المسجات بتاعت الموبايلات على فكرة الولد اللي قاعد ورده بيعكسني دي من اللحظات القليلة قوي اللي الواحد فيها بيبقى مبسوط انه شغال الشغلة لديه هو هو فيه ايه حضرتك؟ ايه 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 ده؟ نعم ايه ايه ده؟ مسدس بيسلموا قولنا وبيدونا معاه خزنتين رصاص وكل ما بندرب رصاصة بناخد حوافز وأنا بيني وبينك مزنوق عندي إقصاد يعني إيه تعرف في الجهة اللي أنا شغال فيها لو أنا اشتبكت مع حد وقتلته محدش يقول لي قتلته ليه خصوصاً إن كل واحد في البلد ليه ملف وممكن جداً أي حاجة في الملف ده تتفسر على إنها شبهة أو جريمة يعني أكيد في الآخر هيبقى عندي مجرر أنا أنا يسمع بس أنا اسمي طريق غلاب ست دي تبقى امراضي أهلاً نفسينا طريق إيه لو قربت من رحمة أو هي مرة شافتك عن طريق الغلط على بعد 113 كيلو مثلاً ستلقني أنا أخد فيك مكافأة ما أخدهاش حد في البلد بيأكد بايماً هي دي لجالة الصح بلد بمباً عارف ربنا يخليك لإيه أنا محتاجي لخليلي ما يشكش لحظة أني عرفت موضوع حالها ليه؟ عايزة توضل معك؟ أنا عايزة استخدمها حالة هي الوحيدة اللي هتقولي كل حاجة هي اللي هتنقلي تحركاته واثق فيها؟ مش شرط مش هو ده موضوعنا بتحبها؟ أنا مفيش فعل بمكان ممكن يحس بأي حاجة مليان بحد مليان بكره وحتى لو الكره فضي حيسكم مكانه وخوفه ألا أسوأ حاجة في الدنيا دم الإنسان يهجز عن إنه يحمي الناس اللي بيحبهم بس الأسوأ من كده إنهم يكونوا تعرضوا للموت بسببه عندك حاجة علشان كده أنا قررت النهاردة أن أنا هضير في اسم كمان للإسدى واحد كمان لازم أنتاب منه بعد ما خلص اللي ابتديته مين أنا أنا عارفة إنه زبلة ورم وإنه أكيد تحجم عليك بس أنا ما كنتش عايزة أسعد وإنت عارفتي مكان إزاي بقلي كم يوم باجي لحد تحت وبقى خايف أطلع النهاردة بقى ما قدرتش ما تزعليش مني يا حبابتي أنا عارفة أني أنت تأذيتي بسبب كتير وأنا غلطت في حقك بس أنت عارفة أن أنا تربية شوارع وواطية يعني ما تقوليش أني أنت بقى تخمتي فيه بصي أنا عارفة كويس قوي أني أنت من حقك تددي وعارفة كويس قوي أني أنت من حقك تصدني بس تقولولي وسري ليه يا أمينة ليه بتكشفي ساتري لحد غريب ده أنا جيت لك بعد ما الدنيا كلها تقفلت فيهش غيرة يا حبابتي غيرة ما قدرتش أستحمل لما لقيته يبصلك وبيسألني عنك وبيستفسر عليك حسيت بنار لقيت نفسي بنهش في سرتك وبوسخ فيكي وبقول عليكي كلام وحش كتير كنت فاكرة كل الكلام اللي هقوله ده هيخليه بعد عنك أتاري كل اللي قلته ده خليه يتجرق عليكي ويأخدك مطمع ليه نسيته أنه وسخ زي كل اللي قبلتهم في حياتي سامحيني بقى حلا أنا مش راح سمنك عشان تبقي مكسوفة من نفسك قوي كده أنا كمان غلطت كتير وطلبت السماح بس أنا بقى مش هقفل البف وشك زي ما الناس كلها قفلت البف وشي حلا أنا حامل إيه؟ الواطي ده يبقى أبو إبني وقلت له لا وانت موفقة يا بيت إنه يبقى ليكي ابن من وحل زي ده وما دخلت بدوني زي وطلعت منها بيه إحنا مكبرين عليش محدش عارف لحد إمتى بس إحنا لازم نعيش زي ما نص كلها عايشة يعني هنحمل إيه؟ إحنا نقدر نعمل كتير قوي الغلابة اللي زي أنا محدش عمل لهم حساب إحنا بس محتاجين نفكر ولو حسبناه صح إحنا لنقسم صباح الخير على فكرة نسبت لك القامل اللي إنت عاوزه عشان تبقى تقدر تسافر براحتك الله ليه بس الكلام دي؟ هو مش ده اللي إنت كنت عاوزه؟ أيوه أمه ليه بقى؟ بصراحة كنت عايزه وبجيت عايز حاجة تانية خالص الله عاوز إيه؟ هو أنا ممكن أجابل سفحك إنت؟ اشتركوا في القناة